اهلا ومرحبا بكم مشاهدي قناة شوف تيفي في الموجز الرياضي اكد مصدر الجامعي في التسالة الهاتفية لهما قناة شوف تيفي ان الدول المغربي حكيم زياج نجم فريق اجاكس امستردام الهولندي رحب بالفكرة التي طرحها عليه كل من فوز القجاع رئيس الجامع الملكي المغربية لكورتي القدم وهيرفي غناغ مدرب المنتخب الوطني المغربي بالجلوس ماهو لفك الخلاف الذي بينه وبين الثالب الفرنسي وادافة ذات المصادر ان زياج رحب بالفكرة وعبر عن حبه الكبير للمغرب وللجمهور المغربي وانه مستعد لفك هذا الخلاف والعودة لثمثيل المنتخب والدفاع الانوان الاسود مرة اخرى وفي خبر اخر علمت قناة شوف تيفي من مصادر جيدة الاطراء ان كل من اللاعبين فابريس انضامة ومرتضفان لم يجددان العقد الذي يربطهم مع الفريق الوداد البيضوي لحد الان والذي سينتهي مباشرة بعد نهاية شار يونيو الجاري واكدت ذات المصادر ان المكتب المسير لفريق الاحمر جالس اللاعبين المذكورين في اكثر من مناسبة من اجل تجديد عقودهم لسنوات اضافية الا ان الاخيرين رفضوا ذلك ومن المنتظر ان تغيب المدافع السينيغالي مورتة فار والكونغوري فابريس انضامة عن اللقاء الذي سيجمع يوم السبت المقبل بين فريقي الوداد البيضوي والقطن الكاميروني برسم الجولة الخامسة من المجموعة الرابعة لحساب دوري ابطال افريقيا على ما تقنات شوف تيفي من مصادر قريبة من اسوار فريق اتحاد تنجا لكرة القدم ان الاطار الوطني بدو الزاكي المدرب الحالي لفريق شباب بالوزداد الجزائري حل بالمغرب يوم السبت الماضي لقضاء عطلة العيد رفقة هائلتي الصغيرة واكدت ذات المصادر ان الزاكي استغل زيارته للمغرب للاعلان المكتب المسير لفريقه الجديد اتحاد تنجا عن موعد التربس الاعدادية الذي سيخده فريق البغاز خلال الايام القليلة القادمة استعدادا للموسم الكروي المقبل وادفت المصادر ان الزاكي حدد الفترة الممتدة بين السابع والرابع عشر يوليوز كموعد للتربس الاعداد الاول والذي سيخده الفريق بمدينة تنجا على ان يخد فريق البغاز تربسا اعداديا ثانيا بمدينة الجديدة وذلك من الخامس عشر الى السادس والعشرين من نفس الشهر دوليا اكدت مجموعة من التقارير الاعلامية السودانية ان الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جمد ثباح يومي الاربعاء رسميا نشاط كرة القدم السودانية وذلك ابتداء من 30 يونيو الجري بعد ان تدخلت عفوان الحكومة السودانية في شؤون الكرة واضفت ذات المصادر ان وزارة العدلة السودانية قد امرت بتمكين الشرطة من الوصول الاتحاد السوداني واخلاء المبنى وطرد الاعداء وهو الذي يرفضه عفوان الفيفا ويعتبره تدخلا حكوميا غير مسموح به حسب القوانين المعمول بها بعد الخبر قد نكون وصلنا وإياكم الى نجاة الموجز مشاهدين الكرام ترقبوا الموجز رياضي القادم رفقة رشيد محمودي هذا محمد فعوت ويحييكم دمتم في راشي الله وحفظه إراليكا